الحاجة عايزين نشكر دكتور أشرف صبحي ووزارة الشعب والرياضة على التنزيم الفعال في مهرجان العالم على مين ودي أنا أعتبر أول مرة أخش بطولة بطولة طبعا الحاجات اللي عليكم براكة البدنية ومن الحاجات الصعبة جدة اللي ممكن أقول عليها أنك تلعب لعبة زي كده خاصة أن أنت لو تقولها أن أنا أقول لي تشير اللعبة مش سهلة خالص عايز واحد عنده باشون واحد عنده القدرة وعنده التنافس وعنده الحب الحياة أنه عايز يعمل حاجة زي كده أنا عارضة جاي شارك في المهرجان وإن شاء الله ناوي إن شاء الله أخد مركز وربنا كريم بإذن الله في وجه كلها أنت بتبقى أنت متضرب كويس محضر كويس نايم مأهل نفسك بتبقى عارف أنت داخل مع ناس أنت مش هتلاعب مين هل قدامك هو الفيتنس طوء أعلى منك فإن شاء الله الحمد لله وشاركوا أنت مجهز كويس وضربت عليها كويس جدا وكانت فيه شوية ألعاب تتمرن عليها وربنا كريم عارفتك أنت لسه داخل الاتحاد واخد الكرمية وخلاص بقيت بوصك رسمي لسه جديد آه لسه جديد بس أنا بلعب اللعب قالي فترة يعني فإن شاء الله أجهز وأنا تعاويت دايما في حياتي إن أنا لما بحط هدف لحاجة أنا بحقق إن شاء الله بص المباني كلها يعني أنا جد حاجة عجبتني جدا لقيت إن فيه تأهيل زول همم من رمبات وحاجات كلها تساعدهم من يمشي بلويت شير بأمانا دي حاجة بسيطتني جدا ودي اتجاه الدابلة للفترة اللي فاتت إن هي وعايزين يساعد زول همم من هم إيه يقدروا يتعاملوا عاديت خاصة إن كان فيه شوية كتير مش مؤهلة أنا شاف إن بقى فيه تطور وبقى فيه كمان اهتمام بيهم فدي حاجة بسيطتني جدا ونتمنى إن شاء الله موضوع اللي يعمل في مختلف المحافظات والجمهارية كلها